بطيء وهش هكذا وصفت منظمة تابعة للأمم المتحدة التعافي الحاصل في قطاع السياحة العالمية بعد أكثر من 21 شهرا على تفشي غباء كورونا الذي فاتك بالاقتصاد العالمي وكبده خسائر تجاوزت 15 تريليون دولار وأفقد العالم أكثر من 400 مليون وظيفة الرهانات على التعافي في 2021 مع تخفيف القيود وعودة الحياة لطبيعتها لم تكن كافية من وجهة نظر منظمة السياحة العالمية التي توقعت أن يتكبد قطاع السياحة هذا العام خسائر مماثلة للعام الماضي وبقيمة تبلغ تريليون دولار لكن على ماذا بنت هذه المنظمة الأممية توقعاتها؟ تأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه أوروبا زيادة في الإصابات بكورونا وانتشار سلالة جديدة تعرف باسم أوميكرون تهدد ليس قطاع السياحة العالمي لوحده بل الاقتصاد العالمي ككل كما أن بطء عمليات التطعيم تحدي آخر يضاف إلى ضعف تعافي القطاع ولم يقتصر تشاؤ منظمة السياحة على العام الجاري بل إن توقعاتها على المدى المتوسط لا تزال غير مشجعة مما يعكس حجم الأزمة التاريخية التي تعاني منها السياحة عالميا ليحتل بذلك القطاع المركز الأول بين أكثر القطاعات تضررا من الوباء مما كان له تدعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى حياة الأسر فالسياحة تمثل مصدر دخل مهم للعديد من الدول وتساهم بنسبة 11% من النتج المحلي العالمي وتتباين هذه النسبة من دولة إلى أخرى كما أنها مسؤولة عن توفير نحو 350 مليون وظيفة بحسب إحصائيات العام 2019 وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع هذا الرقم إلى 400 مليون وظيفة لو لا أزمة كورونا التي أفقدت القطاع 60 مليون وظيفة العام الماضي فقط ترجمة نانسي قنقر